تكتل القوات اللبنانية يدعو حزب الله إلى تسليم جميع متهميه ويناشد القضاء المختص القيام بتحقيق شفاف في حديثة عرسال مطالباً البعض بالتوقف عن استغلال دماء الشهداء رأى تكتل القوات اللبنانية في اجتماعه الدوري الذي عقد برئاسة رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع أنما كشف عن طورة حزب الله في التفجيرات التي استهدفت بلغاريا ما هو إلى فصل جديد من الضرر الذي يلحكه طابع حزب الله العسكري والأمني بلبنان واللبنانيين داعينا الحزب إلى تسليم متهميه إلى المراجع القضائية المختصة في كل من قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري محاولة اغتيال النائب بطرس حرب وتفجير بلغاريا إضافة إلى تخلي عن سلاحه لصالح الدولة اللبنانية والجيش اللبناني على صعيد آخر تقدم التكتل بأحار التعازي من ذوي الشهيدين بشعلاني وزهرمان ومن المؤسسة العسكرية داعينا المؤسسات الشرعية اللبنانية إلى بسط سلطتها على كامل التراب الوطني قبل فوات الأوان إن التكتل يدعو القضاء المختص وكل الأجهزة المعنية إلى تحقيق شفاف كما يدعو المصطادين بالماء للعكر إلى التوقف عن ذرف دموع التماسيح انتقائيا واستغلال دماء الشهداء والأبرياء لتحصيل بعض المكاسب الانتخابية الضيقة كما ناشد التكتل الأطراف المعنية حصرة تهمة فقط بالأشخاص المشتبه بهم في حادثة عرسال من دون أن تتعداه لتشمل البلدة برمتها